بساعد أواسكم مشاهدين الكرام لازمنا متواصلين وإياكم في لقاءاتنا مع طلبة الثانوية العام المتفوقين لهذا العام وحالياً إحنا متواجدين في مخيم نور شمس ومع الطالبة سارة عدنان خليل على جمع الحاصل على معدل تسعة وتسعين وثلاث عشر من الفرع الأدبي مدرسة بنات نور شمس الثانوية سارة مبارك هذا النجاح السلام علي الله بارك فيك يعني سارة خلينا نحكي معدل تسعة وتسعين وثلاث عشر هو معدل متفوق ومتميز ما دون زميلاتك يعني هذا المعدل شو بيعني لك قديش تعبتي عليها حتى تحصل على هالمعدل بالنسبة إلي معدل تسعة وتسعين كان زي الحلم نفسي كان أوصل له بس صعب فكلت خلص آخر سنئلة بالمدرسة خلينا أعمل وأعطي كل إشي عندي عساس أخده الحمد لله أخدته وصلت الله إن شاء الله عليك يعني حطيتي هدف براسك فعلا الإنسان لما يحط هدف براسه بيوصله إذا سعاله وتعب عليه رح يوصله طب شو الصعوب اللي واجهتك أو الصعوبات اللي واجهتك التحديات طولها السنة يعني الفرع الأدبي في مواد كمان زخمة مش هي مواد علمية إنما مواد أدبية معظمها حفظ تاريخ وعنها جغرافيا وعنها العربي فهي المواد كلياتها قديش فعلا كنت محافظة في التركيز فيها لحتى فعلا تسعة وتسعين وترات أعشار يعني من شاء الله عليك بالنسبة لي يعني كلت مواد تاريخ جغرافيا كلها بدأ حفظ ومع إننا إحنا كنا بالتوجيه بنأخذ المادة امتحان وامتحانين تات مرات بس كل مرة كنت نصدم انسيت يعني معينها المواد حفظ بس الواحد يظل ينصف فلازم يظل يعيد ويعيد تيظلها تظلها المادة براسه ويظل حافظها فكان لازم أظل أعيد وأحفظ وأعيدها كلها أظلت براسه طيب إيش حابت كمني تخصص في الجامعة حتى تخصص في بالك حابت كمان تسعيله لحتى تكوني متميزة فيه بالجامعة لسه بالنسبة لي محتارة بين الترجمة والقانون بدأ أفكر هيك في هالفترة خلو خلو على الجهتين الخيارين حلوين وإن شاء الله يكوني فعلا موفقة في حياتك الجامعية نحكي لك مبارك مجددا وهي الهدي المقدمة من مؤسسة أبو حسيب للذهب والمجوهرات إن شاء الله اطل إعجابك يا سارة ننتقل لوالدة سارة ألف مبارك الله يبارك فيكم وأهلا وسهلا فيكم أنا في البداية بحب أبارك لبنتي سارة وأنا جدا فخورة فيها أبارك لجميع طلابنا وحبيبنا طلاب التوجيه وبتمنى لهم المستقبل والتوفيق إن شاء الله إن شاء الله طيب احكينا شوي قديش كنتي فعلا داعمة لسارة طول هالسنة هي كانت تحكي كانت بالنسبة لها حلم تسعة وتسعين بس حطت فراص هالموضوع وقررت إنها تحصل عليه حصلت عليه أكيد رح يكون هذا الحكي بمساعدة ومساندة منك قديش كنتي فعلا داعمة وتوجيها للخيارات الصحيحة يعني سارة ما شاء الله يعني ربنا يحفظها منو هي صغيرة عندها حب التنافس وعندها حب التحدي وتنافس أنا بدي أسير حتى من المرحلة الأساسية أنا بدي أكون الأولى ولازم أكون الأولى دايما عندها هدف عندها هدف وفعلا تحققه وتوصل له أنا يعني عن جد فخورة فيها بالرغم إنه فيه كان تحديات تحديات إنها كان عندنا مدرسة جديدة وانتقلوا منتو الكريم عندنا في بنات نور شامس الثانوية مدرسة جديدة بس أنا من هون عن جد فرصة بحب أشكر إدارة المدرسة الهيئة التدريسية ست حنان الكوبج عن جد إنهم مدرسة رائعين بكل معنى الكلمة وإحنا عن جد كل الاحترام كمان إحنا بنوجه كل التحية لطاقة مدرسة بنات نور شامس الثانوية نحكي لهم يعطيكم ألف عافية مشكورين على جهودكم اللي قدمتوها طوال هذا العام خاصة أنه كان فيه هناك عقبات صعبة بواجهوها الطلاب لأول مرة هي التعليم الإلكتروني التعليم عن بعد فعلا تواصلكم وتعبكم الليل بالنهار مع الطالبات فهذا جهد تشكروا عليه وترفع لكم القبعات زي ما بيحكوا مبارك مرة أخرى لسارة على جميل حاصل على معدل 99.13 من الفرع الأدبي مدرسة بنات نور شامس الثانوية مبارك لوالدتها ولأهلها نحن نتواصل وإياكم مشاهدين ومستمعين ومتابعين وإنما كنتوا معنا في الاستماع والمشاهدة عبر شاشة الفجر لحتى نتواصل في لقاءاتنا مع طلبة الثانوية العام 2021 ابقوا إيانا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر